مشاهدينا مشاهدي قناة تانية في كل مكان بنصبح على حضراتكم يوم جديد وصباح جديد يا رب يكون صباح سعيد عليكم صباح السابت 13 نوفمبر 2021 وأكتر من فقرة جاهزنا لكم في حلقتنا النهاردة هيكل لنا كلام عن الزكاء الاصطناعي وتأثيره على علاج العديد من الأمراض المستعصية الزكاء الاصطناعي ومرض السرطان كيفية التشخيص المبكر هل ممكن من خلال الزكاء الاصطناعي نصل إلى حلول وعلاج لمرض السرطان ده اللي هنعرفه في هذه الفقرة هيكون موجود معي فيها دكتورة نيفين مكرم رئيس قسم الحاسب الآلي بأكاديمية السادات أيضاً هيكل لنا كلام عن العاصمة الإدارية وآخر تطورات الموقف في العاصمة الإدارية الأهمية الاقتصادية الحقيقة للمدن الجديدة زمان كان فيه احنا بكلم عن R7 وعلى R8 الطورات وتوسعات العاصمة خلال فترة القادمة هل هي المقر جديد للمال والأعمال تفاصيل كثيرة مع الكتابة الصحفية أستاذا نجلاء ذكري مدير تحرير الأهرام الاقتصادي خلينا نطلع محراركم بهذا الفاصل ونبدأ يومنا برياضة ثم لنا عودة مرة أخرى وجولة في آخر أخبارنا لهذا اليوم وبنصبح على حضرتكم مشاهدينا لنا عودة مع حضرتكم مرة أخرى خلينا نروح في جولة لآخر أخبارنا لهذا اليوم السابت 13 نوفمبر 2021 بنبدأ من أخبار مصر الرئيس السيسي يشارك في مؤتمر باريس الدولي حول ليبيا من اليوم السابع رئيس السيسي جهود مصر المساعدة ليبيين تقوم على إيجاد أرضية مشتركة لحوار وطني من الأهرام الرئيس السيسي للشعب الليبي ستجدون مصر سندا وقوة ما تحتكتموها دعما لأمنكم الرئيس السيسي نتطلع للشراكة مع فرنسا في العديد من المشروعات أيضا الرئيس يسمى على المستوى المتميز للعلاقات السنائية ما بين مصر وفرنسا وزير الاقتصاد الفرنسي يؤكد اهتمام بلاده بتعزيز التعاون الاستراتيجي مع مصر من اليوم السابع الرئيس يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس وزراء بريطانيا بشأن مؤتمر تغيير المناخ الرئيس يتلقى رئيسة وزراء تونس في باريس ويؤكد على دعم مصر الكامل لتونس ولجهود الرئيس قيس سعيد والحكومة التونسية أيضا رئيس يصدق على تعديل بعض احكام قانون الارهاب نكاملين مع حضراتكم هذه المرة من اخبار مصر رسميا اختيار مصر استضافة الدورة القادمة لمؤتمر تغيير مناخ كب 27 بمدينة شرم الشيخ خلينا نتكلم على نقطة مهمة جدا موضوع الملصق الالكتروني لان الناس بتقول طبعا ليه بيوقفني ليه بيسأل على الملصق الالكتروني طب ليه بيتحطي لي غرامة لو انا مش حاط ملصق الالكتروني على الزجاج الامامي للسيارة تفاصيل كثيرة حول موضوع الملصق الالكتروني واهميته في هذا التوقيت وليه بيتوقع غرامات وايه اهميته تحديدا هل في تحديد عدد السيارات هل في تحديد موقع السيارات يعني ايه الفائدة المرجوة من وجود هذا الملصق الالكتروني هنتلع محراركم لقاس التقرير حول قامية دور ملصق الالكتروني نتابع محضراتكم اللي نعودها مرة اخرى يعني زي ما تابعنا محضراتكم في هذا التقرير موضوع الملصق الالكتروني امر مهم جدا بيحددت سيارة فين مكانها بالزبط تقدر توصلها نقدر لو فيه عطل زي ما تابعنا في هذا التقرير يتم الاصلاح الفوري خلينا نقول ان فيه خطوات الحقيقة يوم بعد يوم في ضبط المنظومة المرورية لما شفنا اشارات الالكترونية بدأت تشتغل وبينا نعتمد عليها بشكل كامل بدأت الناس تلتزم تلتزم يعني زي كان فيه اشارة بكاوندون او بعداد بتشغل بشكل أوتومياتيك لو حصل مثلا اي مخالفات بيتم التصوير ويبقى فيه مخالفات الناس كلها الحقيقة التزمت فكرة التعميم في هذا الوقت كده هيصب في مصلحة المنظومة المرورية طيب نكمل اخبارنا مع حضراتكم من الشروق الحكومة انتظام صرف المقرارات التموينية كاملة لاصحاب بطاقات الدعم ومليوم السابع محافظة جهزة بيفتتح مقبرة المميوات الذهبية بالواحات البحرية ايضا خبر اخر مليوم السابع الامير تشارلز وقارنته في زيارة تاريخية لمصر الخميس المقبل نروح مع حضراتكم لأخبار الرياضة ومنتخب مصر اللي بيتأهل رسميا للمباراة الفاصلة للمنديال بعد التعادل مع انجولا 2-2 بقدمي النني وتوفيق المباراة كانت جيدة عودة للمنتخب مصري المباراة من جديد بهدفين الحقيقة شوفنا اداء المنتخب بالامس نتمنى استمرار المسيرة على نفس الشكلة نتمنى التوفيق للمنتخب مصري خلال فترة القادمة يمتلك لاعبين على اعلى اعلى مستوى مش أقول اكتر من كده ان اللاعبين المصريين النهاردة على اعلى مستوى والمحترفين على اعلى مستوى والف الف مبروك للمنتخب المصري بعد التعادل مع انجولا والتأهل رسميا للمباراة الفاصلة للمنديال خلينا احمد حضراتكم للارصاد الجوية اليوم فرص امطر عدية غدا تصل الى حد السيول بجبال البحر الاحمر والعظمى بالقاهرة سبعة وعشرين خلينا ناخد فكرة عن درجات الحرارة في بعض المحافظات اليوم السبت 13 نوفمبر القاهرة سبعة وعشرين سبعتاشر اسكندرية ستة وعشرين تمنتاشر مطروح تلات وعشرين سبعتاشر سوهاك تلاتين سبعتاشر وأسوان اتنين وتلاتين عشرين دي اخبارنا لهذا اليوم هنطلع مع حضراتكم لفاصل من الفاصل اللي نعاودة مرة اخرى لاستقبال اول ضيوفنا وبنصبح على حضراتكم اخرى يمكن زي ما نواننا في بداية حلقتنا النهاردة هيكون لنا كلام عن العاصمة الادارية شغل كبير جدا على ارض الواقع بيتم في منطقة العاصمة الادارية بنعمل عاصمة جديدة لمصر بتقنيات مختلفة وبتركيبة مختلفة بشكل مختلف يعني كل راح وزار المكان يعرف المجهود المبزول على ارض الواقع كنا نتكلم زي ما في الار سيفن بينا بنتكلم في الار ايد بينا بنتكلم في الار ناين وتوسعات وفي كلام على ان العاصمة توصل لغاية سويس توصل لغاية شاطئ البحر النهاردة عاصمة مبنية على احدث التقنيات حتى على مستوى المرافق حتى على مستوى نفق الخدمات حتى على احدث السبل الحقيقة على مستوى شبكات الانترنت وعلى اساس ان احنا بنتكلم في مدل الجيل الرابع مدل الجيل الخامس والزكاء الاصطناعي في ادارة هذه العاصمة بالكامل يعني تفاصيل كثيرة حول العاصمة الادارية وتأثيرها كمان على الاقتصاد المصري خير الفترة القادمة هيكون مع الأستاذ النجلاء زكري الكاتبة الصحفية الكبيرة أستاذ النجلاء أهلا بحريك معنا فندم مناره مشرفونا بصبح لك أهلا بحريك أهلا بحريك خلينا نتكلم عن العاصمة وما يتم على أرض الواقع في المرحلة الحالية سفد داري فينا يعني فيه انتقادات أو ناس كتير بتقول ليه العاصمة الادارية في الوقت ده العاصمة الادارية جزء من عقد العقد ده تعمل في 30 يونيو والترجم إلى دستور فلو قرينا الدستور كويس هنعرف ليه عملنا العاصمة الادارية ليه عملنا قناة سويس جديدة ليه عملنا مدينة العالمين ليه عملنا كل الإصلاحات الاقتصادية والصحية والتعليمية واللي امتدت لكل مناحي الحياة في مصر يعني مثلا ندستور في المادة 12 بيقول ان العمل حق وشرف وان الدولة بتكفل العمل لما نيجي نبص بقى التطبيق على العاصمة الادارية والتطبيق على العالمين التطبيق على الطرق الكباري كل المشروعات الحيوية اللي اتعاملت في مصر هنلاقي انه الوقت اللي القطاع الخاص ما بيقدرش يقوم بعد 2011 القطاع الخاص ما كانش قادر يقوم بأي مهام فالدولة هي المحافز للنشاط الاقتصادي في الوقت ده اوقات الازمات الاوقات اللي فيها ركود او انكماش الدولة بتشيل هي الدولة اللي بتشيل صحيح فهي المحافز بتخش بتعمل بنية اساسية بتشغل قطاعات عريضة جدا من الشباب ومن الناس كلهم يعني قطاعات الاعمال كلها بتدخل القطاع الخاص تحت جنحة بيشتغل بينتج العجلة بالدور يعني معدل البطالة كان في 2011 10.75% النهاردة في الربع التاني من السنة دي 7.3% على فكرة نسبك اذا لازالت نسبة كبيرة ولكن لا يا فندم نسبة كبيرة في التحول يا فندم نسبة كبيرة في التحول ولكن احنا بنستهدف 5% أو اكتر معدل البطالة اقل من كده بكتير وده يعني استثمارات بالمليارات الاستثمارات اللي اتضخط فيه عروق الاقتصاد دي هي اللي بتعمل النهضة وهي اللي بتعمل الحركة الاقتصادية العاصمة هتعمل ايه على ارض الواقع العاصمة هتعمل ايه على ارض الواقع المادة 27 منه الدستور بتقول ايه ان التولة بتستهدف اقتصاد يحقق الرخاء للمواطن والعدالة والاجتماعية والتنمية المستدامة طيب انا لما اعمل مجتمعات عمرانية جديدة فيها الكلام الجميل اللي انت قلته كله عن العاصمة الادارية ده بيحق نوع من الرخاء ليه شريحة من المواطنين هتسكن العاصمة دي ف بتمتص يعني بنحاول نرجع لقاهرة تاريخية رونقها ان احنا نمتص منها الكسافة السكانية العالية اللي ممكن تحقق لي انخفاض في نسبة التلوث انخفاض في حاجات كتير يعني ايه العشوائيات بنعالجها فانت بتعمل منطقة او قاهرة تاريخية سياحية طب اتوقف في هذه الجزئية وارجع على العاصمة الادارية محلش ليه الناس بتعتبر العاصمة البعض يعني مجرد احياء سكانية جديدة في حين ان فيه منطقة مال واعمال في حين انه فيه نقل مقار سفارات الاجنبية في حين انه فيه تجمع لكل المباني الادارية فيه تجمع لوزارات مصر كلها هناك ليه احنا بنستمع على هذا الامر على انه بس مجرد منطقة سكانية جديدة لا ده مفترض نقلة اقتصادية مفترض نقلة حضرية مفترض نقلة ممكن يكون هدير الدولة كلها من خلال هذه العاصمة يعني اذا كان هناك احياء سكانية في الار سيفن مثلا او بعد كي تمتد الى الار ايت او ما الى ذلك في المناطق الجديدة داخل العاصمة لكن ده الاساس في العاصمة المباني الادارية الاساس في العاصمة السفارات الاجنبية الاساس في العاصمة تجمع المال والاعمال يعني ليه الناس مش هطحالها هزي جزئية الناس لانه انت بتتكلم عن العاصمة كطراز معماري كالسكن بديل لكن ما بتتكلمش عن مهية العاصمة انا بربط حضرتك بالعاصمة بالدستور الاستحقاقات الدستورية صحيح يعني كأن الدستور متفصل على العاصمة الادارية ازاي زي ما قلنا الحضرتك العمل قدنا وفرنا مئات الالاف من فرص العمل في العاصمة الادارية الجديدة ولذلك الناس ما بقتش تتكلم كتير عن حتة البطالة وان الشباب مش لقي شغل لان الشغل موجود للي عايز يشتغل بالضبط للي عايز يشتغل للي عايز يشتغل هنيجي مثلا الاستحقاق زي التعليم في المادة 19 بيقول ايه ان التعليم حق لكل مواطن وان الدولة الترصد 4% قبل الجامعي و2% الجامعي 6% من الناتج القومي هنيجي نلاقي في العاصمة الادارية في عندنا منطقة متكاملة للتعليم هذه المنطقة فيها جامعة فيها مدارس مركز يعني مركز للمدارس كتيرة فيها فروع للجامعات الاجنبية فيها قاعة مؤتمرات فيها سكن للطلبة فيها فندق للمغتربين بتحقق لي ايه انت عشان تعمل استحقاق التعليم انت محتاج تبني مدارس وتبني جامعات فانت في كل مدينة جديدة بتبني مدارس وجامعات فانت بتعمل استحقاق التعليم نيجي نتكلم على المادة 18 اللي هي خاصة بالرعاية الصحية ان المواطن له الحق في الرعاية الصحية المتكملة وان فيه 3% من الناتج القومي للرعاية الصحية هنيجي نلاقي فيه مدينة صحية موجودة في العاصمة الإدارية على اعلى مستوى هل هذه المدينة هتخدم فقط المصريين لسه ولا حرك هل هي تخدم فقط المقيمين في العاصمة الإدارية لا طبعا ولا اذا كان عندي مستشفيات تخصصية ومراكز طبية عالمية وما الى ذلك اه طبعا هتخدم الجاليات الاجنبي الموجودة وتخدم السفارات الموجودة وتخدم أيضا المقمين ولكن إذا كان هناك علم يستفاد به من وقود مراكز طبية تخصصية عالمية فإيه المنع أن الناس كلها تلجأ لها فحضرك أنا بس باتفق معك في الكلام الرعاية الصحية دي اللي هتبقى موجودة في هذه المدينة إحنا المدينة دي مربوطة بمصر إضافة لمنظومة الطبية يعني أنت عندك شبكة مواصلات قطارات 22 قطار مكهرب مونوريل كل ده بيوصل العاصمة دي بجميع محافظات مصر بالمناطق الحيوية اللي ممكن أي مواطن عادي ييجي لأن احنا حطينا فيها كمان الحي الحكومي حطينا فيها الوزرات حطينا فيها الرئاسة والبرلمان وكافة الهيئات اللي هي اللي المواطن بيحتاجها بدل ما بيروح القاهرة والزحمة القاهرة المرشحة اللي تبقى 40 مليون مواطن كمان عشرين تلاتين لا ده انت بتكتذب من القاهرة انتي بتفرغي بتفرغي يعني كان عندنا مثلا 20 مليون مواطن بيزوروا القاهرة بس عشان خاطر يروحوا مجامع تحرير او عشان يعملوا مصالح يومية اعتقد الامر هيختلف تماما بحاجتي واحد تفرغ المصالح الحكومية عشان تروحوا لها العاصمة الإدارية نمرت اتنين فكرة انتي بتعتمدي على الانترنت فكرة انك بتعتمدي على انك تخلصي مصالحك بالكامل من غير ما تتحرك وتروعي المكان منظومة متكملة يعني حطينا ده أصبحت مختلفة فإحنا قد استحقاقات إحنا قلناها العمل الصحة التعليم فيه استحقاقات أخرى زي البيئة احنا عملنا بنعمل مدن جديدة صديقة للبيئة هذه المدينة سبعين في المائة من المباني اللي فيها كلها بالطاقة الشمسية فيه عندك أكبر محطة توليد كهرباء بتطلع أربعة تلاف وتمنمائة ميجا فانت عندك أكبر حديقة دولية أكبر حديقة في العالم أكبر من هايت بارك ست مرات صحيح اللي احنا بنغني بيها ونحب نزورها في لندن دي رئة رئة لمصر احنا محرومين من المناطق الخضرة العاصمة الإدارية بتوفر 15 متر مساحات خضرة لكل مواطن يعني احنا هنا مش لقين متر للمواطن عشان يعيش فيه في القاهرة فانت بتعمل إنجاز حضاري على أعلى مستوى نخرج من العاصمة ونشوف الحقيقة تطبيقات الانتقال إلى العاصمة على العاصمة التاريخية زي ما حالك بتتكلمي وأنا آسف طبعا أنا بس روحت تتالي للعاصمة لكن خليها نرجع للقاهرة الفاطمية خليها نرجع للعاصمة القديمة خليها نشوف إزاي هنقدر نغير ونطور من شكل القاهرة بعد ما بدأت تخرجي وتفرغي الحقيقة الرحلات اليومية العشين من يوم اللي بيجوا يرجعوا دوله الضبط القاهرة بشكلها إيه يعني خليها نشوف النهاردة طبع حدك تحدستي عن تحديثات تجديد مدحف التحرير ثم مدحف الحضارة ثم يعني عمال بنية تحتية وعمال بنية تحتية على أعلى مستوى شوارع اختصار لمدة الرحلات السياحية إلى الأماكن السياحية المختلفة والباقي هنتحرك المباني التاريخية اللي ظلمت كثيرا جدا نتيجة الاعتداء الاعتداء البشري عليه الكسافة السكانية العالية العشوائيات اللي كانت منتشرة في القاهرة جنب مواقع أسرية رهيبة احنا لو لو في حجر أسري بقى له 200 سنة في دولة بيعملوا عليه مدحف احنا عندنا مصر مدحف مصر تعتبر مدحف للتاريخ يعني فأنا عندي صار ومهدرة أنا لو أنا حققت بقى ان انا بصيت في هذه المباني الأسرية وعملت ليها نوع من الصيانة عملت الطرق اللي تريح السائح وهو بيزورها الحاجات دي تعمل لي السياحة الثقافية دي هتعمل لي عائد كبير جدا كان عندنا مشكلة في مدد الرحلة السياحية انك تتحركي مثلا من المدحف في مدان التحرير الى مثلا المناطق الأسرية زي سقارة وميتراهين او ما الى ذلك كترحلة بتاخد ربعة وخمس ساعات عشان تدري التعاملي مروريا نهار دا بعد التوسعات اللي حصلت وتجديد الحقيقة الطرق وعندما تشوف حريك التطويرات اللي تمت على طرعة المرويطية وطرعة المنصورية وكل الطرق المؤدية لسقارة وضهشور وما الى ذلك اعتقد الأمر اختلف تماما حتى السائح اللي جاي عشان يقعد خمس ست ساعات وهينطلق الى مثلا منطقة سحلية او هيروح مثلا الشرماء او الغرداء او ما الى ذلك هنا قدر يستفيد برحيلته داخل القاهرة وما خدتش وقت طويل منه وفي نفس وقت قدر يكمل في مكان اخر ده فيه بعض تاني كمان للطرق دي هو يعني الرئيس عنده نظرة تكتكية وفي نفس الوقت رجل يعتمد على المعلومات فكل مشروع بيدرسه دراسة وافية ومعلومات حقيقية هو لما بيقول مثلا المشروع ده لا يخد تلات سنين مش اربع سنين او خمس سنين بناء على معلومات ده الدراسات فانت لما بتهيأ الطرق انت بتقول فرصة ورقة للاستثمار النقل بين المحافظات نقل السلع والعمال نفسهم والعملين والبضائع كل دي تسهيلات تقدر انت تقول ايه في نو تايم انت تقدر تحقق مكاسب ودوران لرأس المال اكتر من دورة سريعا يعني المسألة مش مسألة انه هو بيحط فلوس في بنية اساسية يعني منظرة او بس مجرد قضاء على الازدحام او مجرد قضاء على الازدحام ده لقاد اهداف اقتصادية عميقة جدا عميقة جدا ومهمة للغاية ان احنا نبقى نفتحلي الاستثمار احنا بنقول اوكي احنا عندنا استثمارات جاهزة يعني برضو نرجع للعاصمة الادارية انا يعني عايز اقول لك نقطة مهمة برضو استحقاق برضو دستوري فضالي فضالي الممارسة الرياضية ممارسة الرياضية تتعندك في العاصمة الادارية مدينة الرياضية فيها اكبر ملاعب اكبر صالة موططة اكبر حمامات سباحة وانت بتعدي نفسك حاليا ان انت بتقول يا جماعة انا جاهز للصدافة كأس العالم فاذا انت بتعمل استحقاقاتك بشكل مختلف عن اللي وجبناه قبل كتا تماما يعني صعب في الظروف الحالية والامكانيات الحالية والبنية التحتية الحالية والاستاذات الحالية والقيادة السياسية الحالية ان احنا نسمع كلمة صفر المونديال دي تاني لا طبعا خلاص صحفان بتالي صعب جدا يعني بعد كل ما يتم على ارض الواقع صعب انك تسمعيها تاني وانا كمان الفكرة مش ان انت تستضيف كاس العالم ايه تستضيف كاس العالم كحاجة ايجابية لمصر فانا انت بتوجيه بس مؤشر ملايين هايب بتوجيه المؤشر بس يعني لكن اقول انا بلدي جهزة انا محضر نفسي الدولار اللي انت بتصرفه النهاردة لو استنيت شوية هيبقى 10 دولار في المستقبل فانت بتعمل البنية دي النهاردة بتصرف عليها صحيح بس عائدتها هتيجي في المستقبل فاحنا بقدام مشروع حضاري جبير جدا اللي هو العاصمة الادارية دوت زي نموذج لمصر الحديثة ايه وبعدين هو لم يكتفي بالعاصمة الادارية العشوائيات حارب العشوائيات على اخر السنة دي تقريبا احنا هنتخلص من العشوائيات الـ 22 منطقة اللي كانت ارفانة يعني القرى 1400 قرية بيطورها المساكن استحقاق اخر برضو بنتكلم على ملف عشوائيات بنتكلم على مبادرة حياة كريمة لا طبعا دي مبادرات رهيبة يعني مبادرة عالمية النهاردة يعني محط الاستحقاق اللي هو احنا قلنا استحقاق كمان معلش في الضريفان هيجي هفتكر هفتكر معلش مشوش كلا ده بس انا فعلا عاوز اتكلم على حياة كريمة ايضا يعني ازبتكلم على العاصمة الادارية وبتركزي على هزي العاصمة الجهة طب خلينا نرجع لقرى مصر الاكسر احتياجا والاهتمام الكبير اللي بيتم حاليا خلينا مبادرة حياة كريمة مبادرة عظيمة جدا وحققت نتائج على ارض الواقع سريعة ملموسة يبقى شيء واحد في هزي المبادرة هو التفاعل الشعبي معاه ان الدولة مش هتقدر لوحدها تعمل كل حاجة لازم ان احنا نمد ايدي العون طالما ان انا شايف ان فيه سمار لهذا الانفاق وعلى ارض الواقع يبقى لازم ان انا ساعد لازم ان انا شارك فهي دي النقطة اللي نقصة في حياة كريمة ان احنا كلنا مدعوين للمشارك ما نقدرش نقول ان احنا متخلفين عن الرجل اتفق مع حضرتك ف ياريت تكون كده وضحنا ملامح ده حوار يعني الحقيقة مسمر جدا مع الكاتبة الصحفاء الكبيرة الاستاذ انا جلاء ذكري اللي انه ورتنا وشرفتنا النهاردة واضفت لنا شكرا جزيلا لحضرتك وبنصبح عليك وانا بصبح عليك شكرا فانا شكرا فانا مشاهديني خانتلع معكم لهذا الفاصل الفاصل لنا عودة مرة اخرى لا استقبال تاني ديوفنا لهذا اليوم وبنصبح على حضرتك على حضرتك خرطنا لهذا اليوم وصحبني فيها الاستاذة نيفين مكرم استاذ الحاسب الالي ونظم المعلومات نتحدث تفصيلا عن الزكاء الاصطناعي تأثيره على العلاج نقدر نربط ما بين الزكاء الاصطناعي وبعض الامراض الخطيرة مثلا زي السرطان فكرة التوقع المبكر لهذا المرض هل فيه امكانية العلاج من خلال الزكاء الاصطناعي تفاصيل كثيرة بتراح على طرفتي رب تصحبني اليوم أستاذة دكتور نيفين مكرم أهلا بحرك معنا فاندوم نورم شرفنا وبنصبح عليك أهلا بيك أهلا وسهلا يعني أنا حاولت يعني أفهم وأنا بطلع على هذا البرق قبل الحلقة فكرة الربط ما بين الزكاء الاصطناعي وما بين بعض الامراض الخطيرة زي مرض السرطان وفكرة التوقع المبكر وفكرة العلاج خليني نفهم أكتر عن هذا التفاصيل من زي تكفر طيب هو بداية الزكاء الاصطناعي قبل ما أعرفه لحضرتك هو كان بداية الشغل بتاعته والتطبيقاته كلها كان في مجال الصحة تمام باعتبار أنه ده أعتقد أنه أهم حاجة أكيد أنه زي تستخدم التكنولوجيا علشان تساعدك أنه الناس تبقى صحتها أفضل أكيد لما بدنا نتكلم بعد كده عن أهداف تنمية المستدامة من 2015 وبعد كده رؤية مصر 20-30 كان الهدف الثالث اللي عندنا أنه الناس تبقى يقدم لها خدمات صحية أفضل الكلام ده ما كانش ممكن يتم من غير حاجتين تحول رقمي وزكاء الاصطناعي تمام زكاء الاصطناعي ببساطة كده حضرتك بتاخده من وجهة النظر يا إما أن أنا بحصل على بيانات كتيرة جدا جدا وبعدين بحللها بأساليب معينة إحنا بتشتغل بيها الأساليب دي بتطلع لحضرتك زي ما تفضلت كده وقلت توقعات بتشتغل عليها بدري يعني بتشتغل على الداتا بتشتغل على الداتا ده كان يتطلب كم هائل من الداتا لأنه ما تقدرش يعني أنك أنت توصل لمؤشرات والأنماط وتكتشفها إلا إذا كان عندك كم هائل من الداتا يا إما تاخد جانب آخر حركت بس في جزئية الداتا بس عشانا مش مستعكل يعني في جزئية الداتا حركت تحدثي عن الداتا داخليا ولا داتا عالميا يعني أنت بتعامل هنا مع مرض السرطان قد يكون الداتا المتوفرة لديك نتيجة الحالات سابقة وبعد أن تحليها حركت بطريقة معينة عشان توصل للنتاج داخلان وخارجان تفيد بشكل كبير فهنا حركت تعتمدي على أي داتا داتا المتوفرة على الإنترنت كله ولا بتتعامل على داتا الخاصة بالدولة دات البلد تفضل ريفا ده سؤال زكي جدا وجميل جدا ليه بقى؟ لأن إحنا كنا بنشتغل على الديتا عالميا في أبحاث وفيه زي حاجة اسمها دراسة مقارنة وبتشوف فيها الحالات اللي عندك ما بين مصر وما بين دول أخرى لكن إحنا دلوقتي مركزين على مصر أكتر لأنه في حاجة اسمها عوامل بيئية بتأثر سواء على الإصابة أو على العلاج يعني في حاجة اسمها أن أنا لازم وأنا بجمع البيانات دي مش بجمع بس بيانات عن المريض تمام لا المريض والمجتمع اللي هو فيه والعوامل بيئية وحاجات كتيرة جدا هو بيتعرض لها مش مسألة الربط بالزبط يعني المريض والبيئة المحيطة بالزبط كده فهتلاقي التقرير لمعاملين 2018 2022 إن شاء الله لما يخلص للأسف 2018 85% من حالات الوفاة من السرطان وأكتر سرطان منتشر بناء على الدراسة دي لمصر أيمى بيها هو الكبد والسدي ده أكتر نوعين منتشرين في مصر الكبد والسدي بالزبط احنا الأول كنا بنعاني يمكن إنه ما عندناش بيانات لكن مع كذا مشروع قومي وكذا مبادرة زي 100 مليون صحة بقى متوفر عندنا بيانات نقدر نبتدي نشتغل عليها الفرق ما بين أن يتوفر لديك بيانات وما بين أنك تعالجي الحالات اللي بتظهر يا فيه ناس تقولك والله الحالة اللي بتظهر هنبدأ نعالجي نشتغل عليها كيماوي بالطرق التقليدية بالمتاحة عندنا حتى اللحظة أو اللي يبقى عندك داتا تفصيلية عن الحالات الموجودة وتقدر يبقى عندك حياتة والتوقع المستقبلي وفكرة العلاج المبكر يعني بدأنا نشوف مثلا فيما يخص تحديدا سرطان السادي ويعني والحملات المبكرة وفكرة الكشف المبكر وإمكانية العلاج المبكر ده أمر مهم جدا فهنا الفرق ما بين العلاج بناء على اللي يظهر أو العلاج المبكر نتيجة لتوفر المعلومة أو الدات لأ ما هو ما ينفعش إننا لما يظهر عند حد مرض أبتدي أجرب فيه بروتوكول لازم يبقى البروتوكول ده كان متجرب قبل كده خاصة أن احنا بنتكلم عالميا وفي مصر على حاجة اسمها بريسيجون أنكولوجي يعني إيه بريسيجون أنكولوجي ببساطة كده يعني علم أو رم بيبقى العلاج فارق من شخص للتاني لأن كل واحد له ظروف مختلفة عن ظروف التاني فهو بيحاول يعرف كل حاجة عن المريض التاني وبيقته علشان يقدر يعرف هو هيدينه أنهي بروتوكول علاج وإيه توقع البروتوكول ده هل إن شاء الله ده مفروض توقع لنتائج الخاصة ببروتوكول بالضبط كده هو في الآخر هيوصل لإيه دي كانت حاجة مهمة جدا وما كانش ينفع تشتغل عليها من غير بيانات كثيرة جدا 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 لحالات مو مثلة بتبقى جات للطبيب أو جات لطبيب آخر بس متجمعها في مكان ما وبالتالي هو بيسترشد بيها وهو بيشتغل على بروتوكول العلاج وبيبقى عنده نوع من التوقع هيوصل لإيه بعد علاج بفترات معينة يعني هو مش بس بيدي العلاج ده هو عايز يشوف العلاج ده إلى أي مدى هو فعال فكرة الإنذار المبكر أو الاكتشاف المبكر والربط ما بين وما بين فكرة توفر الداتا حضرتك بالضفرية إزاي أنا عاوز عرف يعني هل الداتا بتقول بناء مثلا على أعراض ما إن ده عنده سرطان في اتجاه ما ولا الداتا مع البيئة المحيطة مع ظروف خاصة ممكن تؤدي إلى السرطان فلابد إن إحنا يبقى فيه زي تدخل مبكر أو كشف سنوي مثلا برضو اللي اكتشاف المبكر على أساس إن اليوم بيفرق يعني في حتة هذا المرض اليوم بيفرق في العلاج الضبط المرحلة اللي هو بيروح بيها للطبيب بتفرق لو هو في أربع مراحل عندهم على حسب هو وصل أو المريضة وصلت في أي مرحلة طيب إحنا بنعمل روحة ده إزاي لأ حضرتك تبقى مجمع بيانات من بدري ده اللي إحنا شغلين عليه مصري شغال على الجينوم المصري الجينوم ده بيدي الصفات الوراثية حضرك بتلاحظ إنه الناس اللي بتجي لها أمراض ده غالبا بتلاقي العيلة منتشر فيها مرض معين فدي بتبقى صفات وراثية دي داتة دي داتة بالضبط داتة داتة بكم كبير جدا نتكلم على خريطة جينية فكرة كلها إنه بيبقى معروف إن الشخص ده ممكن إن يكون معرض أكتر مني ومن حضرتك بعد شراء لأي حد لمرض معين يعني هو منتشر عنده مرض وبالتالي أنا مش هستنى لغاية لما المرض ده يجيله لأ أنا ممكن أن أنا أتدخل تدخل مبكر يقي الشخص ده من المرض أصلا صحيح هو ده الفكرة بتاعة ربط كمان حتة الكنسر جينوميكس استخدام الجينوم في محاربة السرطان أنا مش هستنى مما ييجي للمريض أو المريضة وبعدين تجي لي ببعنا بتدي علجها وبعنا شوف نعمل إيه لأ أنا هشتغل بدري شوية هشوف هو الناس دي معرضة أو الشخص ده معرض لأنهي مرض وهبتدي يتدخل معه بدري طب أفهم من كده أن البورت بتاعة حضرتك هو فكرة الاستعداد المبكر أو فكرة تجميع الداتة علشان نقدر نشوف من واحدة واحدة من التطبيقات مين يعني تفصيله أكثر جهزية لتقبل هذا المرض دون غيره صح كده فردم بصب تستعداده احنا بنكلمش هنا بقى في علاقة خالص لأحنا كده دي أول مرحلة يعني أقصد أنت برضو بزكاء الاصطناعية هتوصل مرحلة العلاجة فانت ها بتوصل العلاج وبتوصل لحاجة جميلة جدا أنه يبقى عندك كمان اكتشاف لعلاج جديد ده اللي شغلنا دلوقتي اللي هو الديسكوفري الاكتشاف لعلاجات جديدة من أن حضرتك مجمع ديتا كتير جدا جربت أكتر من علاج وأكتر من بروتوكول مش جديد ولكن الأكثر فعالية بناء على تجميع الداتة لا واكتشاف كمان أمراض اكتشاف سوري علاجات جديدة ازاي ازاي في مجال السرطان انه دلوقتي فيه أكتر من شركة بتستخدم لا لا مش قد تستخدم الديتا دي علشان تقدر أنها تكتشف علاج جديد والعلاج ده بيجربون مع المرضى ويرجعوا يدخلوا الديتا تاني دخلوا البيانات ويشوقوا ويديك فيدباك اللي حصل بناء على النتائج والفيدباك اللي احنا بندخله بيبان هل هو كان فعلا فعال حاجات معينة ولا لا عشان كنا قلت حريكي ممكن يعني مش هنقول علاج جديد ولكن هنقول مدى فعالية العلاج وتطبيقاته على أكتر من جنسية مع أنواع سرطان مختلفة اكتشاف علاج جديد وزي ما حرك بتقول بالضبط كده فعالية العلاج اللي موجود يعني اعتبر ان واحدين السيكل أو دورة الحياة بتاعت المرض من الأول طبس كان فيه اكتشاف العلاج جديد خلينا يعني نحمل بادرة خير وبوشي اكتشاف العلاج جديد للناس يعني الحياة عشان كده يعني انا إذا كان هناك علاج جديد هنسمع عنه النهاردة مش هل حلقات ناريت الحيطة اللي لازم يتكلم فيها طبيب أنا دايما بتكلم معاشا كده نقول تحركي بقى احنا دورنا في التجيز صح احنا بندي الكلام ده للأطباء تمام ولشركات الأدوية والشركات دلوقتي نشطة جدا في الشغل ده يعني اكتر من شركة خصوصا الشركات العالمية عاملة شغل كتير قوي على استخدام الزكاة الاصطناعي لأنه هم عندهم في الـ R&D في الـ Research and Development اللي هو الأبحاث والتطوير أنه هو بيحاول يدور على علاجات جديدة تكون فعالة أكتر ويرجع يقارنها بالقديم فهو واخد السايكل من الأول خالص زكاة الاصطناعي واخد بداية من أن احنا نعرف مين معرض أكتر من حد تاني للإصابة بنوع معين من أنواع السرطانات وبعد كده التشخيص بتاعه أنه يتم تشخيص دقيق يتعرف لأنه زي ما فيه حاجة اسمها فولس بوزيتف وفولس نيجاتيف يعني ممكن أنا وحضرتك نعمل فحوصات معينة وتطلع نتيجها أنه ده إيجابي أو سلبي ويكون الإيجابي ده غلط أو السلبي ده غلط فبيحاول أنه يتدخل بأكتر من طريقة عشان يجمع زي مرضو بنرجع تاني ديتا أو بيانات كتيرة ويساعد الطبيب المعالج أنه هو يقدر يشخص صح لأنه ببقى فيه ساعات أعراض ماشي مع أمراض تانية فلازم يعرف يعمل الجزء ده وبعدين يدخلوا على البريسيجن أو البرسونالايز أنه هو بيديله علاج لكل شخص على حدة كل شخص بظروفه هو بيديله مقترح للعلاج ده وبعدين بيمشي معه الجزء اللي هو المتابعة فولو أب على مدار سنين طويلة على فكرة اللي بتقوله سايكل كله داتا كل ده في إطار الداتا أنت عندك أمراض إيه هنقول طب إحنا هنا في مصر ليه السدي وليه الكبد ده لأسبابه طب عندنا كم مريد كذا كذا مريد بياخدوا أدوية إيه كذا طب النتيجة نتيجة لكل اللي ده كان إيه التقدم في الحالة كل ده بيانات ثم تحليل البيانات وبعدين مقارنة طب أما على اللي بيحصل برا مصر يعني عالميا برضو صح البيانات اللي ورد إلينا ويطرى الأسباب هناك تختلف عننا ودراسات مقارنة صح فانديم وإذا كان هناك برضو نفس أنواع السرطان طب هل نفس أنواع على لك طب نفس الاستجابة هنا زي هناك ده اللي أنا قدرت أفهم من حضرتك فكرة التجهيز وكذا كويس جدا هو ده الفكرة إن أنا حستند على كم هائل من البيانات والبيانات دي جاي من حيثة كتير قوي يعني جاي حتى من الكمانس أو الملحوظات اللي الطبيب المعالج بيكتبها الفحوظات اللي اتعملت شكوى المريد الظروف البيئية بتاعته الصفات الوراثية كل حاجة بيجب نحا ونفعوا كل هذه المعلومات مع الأول لازم عملها قبلهوت فتبقى موجودة عند حضرتك في صورة داتا وبعد كده بقى يتم تحيل البيانات بقى عن حرارة داتا بيس كبيرة ده اللي الدولة شغال عليه واللي احنا نفسنا نشتغل عليه حتة تانية اللي هي بتاعته معوقة شوية أو تحدي قوي بالنسبة لنا إحنا في مجال الزكاة الاصطناعية بما إننا زي محضرك عمال تعيد وتؤكد إن إحنا بنستند لبيانات البيانات دي في حاجة اسمها لما جينا نتكلم على الكيورة ونتكلم على العلاج قلنا ده بتاع الأطباء ومناش نحن ندخل فيه لكن البيانات دي بتاعتنا نحن نظر مع البيانات دي ده مجنة بس البيانات دي في حاجة اسمها خصائص البيانات الجيدة يعني لو أنا عايزة أجمع بيانات على مستوى الدولة ما ينفعش أن يبقى كل مستشفى أو كل طبيب معالج بيكتب الحالة على نموذج معين وبعدين يطلب أن أحرق تجمعه بتعملك مشكلة حاجة اسمها الانتجريش لما تيجي تجمع الكلام ده كله مع بعضه ما ينفعش لأنه النماذج مختلفة فإحنا دايما في المؤتمرات إحنا لسه كنا في مؤتمر مع قسم الأورام في كل الطب اسكندرية وكنا بنناقش في جالسة كاملة الكلام ده يا جماعة محتاجين نحط نموذج موحد يبقى عندك حاجة اسمها data standard وبالتالي أنا لما أجي أشتغل كبحثة أو كحد في المجال أقدر أن أنا أخذ البيانات دي كلها إذا ما حرجت فضلت كده واستفيد منها إزاي حربطها مع بيانات أخرى لها علاقة بالبيئة لها علاقة بالوراثة الجينوميكس كل حاجة في قاعدة بيانات كبيرة جدا تسمح لي بقى أن أنا لما أجي أطبق الأدوات بتاعتي كبرمجة أطلع لحضرتك مؤشرات على مستوى الدولة طب أسأل حضرتك سؤال أنا عندي أكتر من طبيب يعمل في مجال مكافحة السرطان طبيب معالج بزرط ده بيدي أنواع معينة من العلاج وآخر يعطي أدوية أخرى أو أسليب علاج مختلفة حريك بقى بتحليلي ده وتحليلي ده وتشوفي ده عالج كم واحد ده عالج كم واحد وده استجاب ولا ما استجابش وده استجاب ولا ما استجابش وبناء العديد تقدر تنصى للفاينل ريزولت مثلا إن أنا عندي العلاج الفلاني أو صح أو أسطوب العلاج ده مع مريض سرطان الكبت في حالة إنه في مرحلة أولى أو مرحلة تانية ما كله بقى تحليل بيانات هيطلع في الآخر لو أنا مثلا في المرحلة الأولى وبعالج بالأسطوب الفلاني مع مريض سرطان الكبت يحق نتائق جيدة فيبقى ده ريكموندشن حلو صح؟ ولا أنا بعيد ده كده جميل بس أخد بالك بقى دنيا مش وردي كده ما أكيد ده بفرض إيه بقى بفرض كذا حاجة أولا إن فينا موزج موحد فالطبيب والطبيب الآخر والطبيب الثالث ده حضرك هتجمع منهم كل حاجة يبقى عندك نفس البيانات اللي مطلوبة موجودة عشان تشتغل عليها تدخلها جوا السيستم دي نمرة واحد نمرة اتنين عندك تحدي تاني طب هل فيه زي فورم مثلا ما هو ده إحنا بنسعي وإحنا عملين ننادي بوجود فورم واحد فورم بالزبط كده ببساطة ده حاجة بيصال سكينش كده واخد بقى حريك بس دخلين في حتة تانية سرية البيانات هو ملف المريض ده مين اللي من حقه يطلع عليه هل الناس اللي شغالة في أبحاث هل إحنا كناس بندخل بالزكاء الاصطناعي نحاول نساعد هل الطبيب المعالج بس هل المريض وأهله نقطة قوية جدا سرية البيانات مين من حقه يطلع على الملف بتاع المريض لو قدرت أن أنا أعمل ده على مستوى الدولة وده الفكر اللي كنا بنقشه من أسبوع إنه إحنا محتاجين الأول ونحط data standard زي ما حالك قلت كده نموذج ومحتاجين إن إحنا نبقى الكلام ده معمم على الدولة كلها وبعدين أبني شبكة ما بين كل الأماكن اللي بتعالج السرطان كل المراكز اللي موجودة وعمل data base اسمح لي أبني ده كله يبقى عندك قناعة أيوه ووعي من المريض نفسه إنه فكرة كشف السرية العلاج أو ما إلى ذلك أو هذه التفصيلة يرتضيها ليه؟ لأنه هيفيد غيره ومعلش ما حدش يعرف هذا المرض لذي أصاب الوالد وانتقل أهل الإبن مين يقوله ما انتقلتش إلى الحفي مين يقول أن أنا ممكن أنا لما أعلن عن علاجي أو أقول يا جماعة ده أنا كنت مريد بكذا وخدت أدوية كذا وشفيت منه نتيجة لي كذا وكذا هذه المعلومة مين أنها لا تفيد اللي ياليني وخاصة بتعرفيش ممكن ده مرض لا تتفيد جدا يصيب مين الله أعلم ما حدش بعرف الله أعلم بالضبط فالنهار ده فكرة أنك تبقي مقتنعة تماماً أنك بتعملي عمل كبير بمجرد كشفك لهذه المعلومات بمجرد موافقة حضرتك على أن أستفيد برحلتك العلاجية وشفاءك بإذن الله في إفادة الآخرين ده دي هي البداية على فكرة النقطة التي تقدر تأخذ عليها وتبني لأنه ده مش بس قناعته هو قناعة الطبيب المعالج أنه هو يقدر يستفيد من الزكاة الاصطناعية ساعات كنا بنقابل الكلام ده يعني في مؤتمر قبل ده معلولة أي ولا كنا بنشرح أنت بتعمل تحييل بيانات وتديله نتائج أنت عملت شغل جبير جداً يفيد أي حد هو ممكن يعترض أو لا يقبل أن يستفيد فيه ناس شايفة أنه دخول الزكاة الاصطناعية خاصة مع وقت الكورونا أن ده محاولة لاستبدال الطبيب وده حاجة أكيد برا شغل عارك رفضت أنك تتكلمي حتى إذا كان علاج جديد وأنت تعلمي به لا أننا زيما بحترم التخصص يعني أنا ما ينفعش زيما هون ما ينفعش يجي يتكلم في الجزء بتاعي إحنا منحاول نوصل للغة مشتركة بس ما حدش بيدي تصريحات في المجال حد تاني وإلى المصداقية بتاعيتها تبقى قليلة أنا حد بيشتغل في المعلومات وأهم حاجة في المعلومات المصدر هل المصدر اللي بيتكلم ده ده متخصص وبالتالي موصوك منه في اللي بيقوله ولا ده مش تخصصه حتى لو هو قريه فإحنا بقى كنا بنقابل حاجة تانية حاجة من المقاومة مش بس الطبيب طبيب السكرتارية الطبية اللي حدريك محتاج تدربها إنها تشتغل والمريض فالتلاتة دول أو كل الناس اللي عاملين في المنظومة الصحية إحنا محتاجين إن إحنا نهيئهم إنه هم يستوعبوا إنه الزكاة الاصطناعية ده أداة جاية عشان تساعد حضرتك هي بتدي لحضرتك كم هائل من المؤشرات وبتقول لحضرتك القرار ليك أنا مش بدي لك حضرتك في الآخر اللي بتعالج مش أنا بديك بيانات ومعلومات وتحليل واكتشاف لعلاجات جديدة واكتشاف لعلاجات وفي الآخر بقول لحضرتك أنا بساعد يعني أنا ممكن أفيد يعني على طبق منفضة زي ما بيقولوا معلومات على طبق منفضة أنا عملتها إن يابع عنك إنت ممكن تستغلها بشكل جيد جدا عشان تفيد الناس في الآخر مهولين يابع عنه لأنه ما فيش دماغ ممكن إنها تشيل كم المؤشرات اللي بتدخل بالكم إحنا بنتكلم مثلا أقل بحث عشان نشتغل ونطلع بيانات حاجة وعشية ألف أنا أعرف إن الأطباء بيتابعوا الدوريات العالمية بيتابعوا آخر سيرشست عملت هبحثوا تقارير بيحضروا طمارات لك أنت لما حركت الجماعي ده كله اتفضل ده اللي إحنا وصلنا نشوف يفيد أو لا يفيد أو لا أو لا يفيد بس محتاجين زي مقولة حركة نخلق لغة مشتركة ونعمل نوع من التهيئة لكل العاملين في المنظومة الصحية عشان الناس برضو اللي هيقعد يكتب بالملف ده ما هو لازم هو كطبيب أو كسكرتاريا بتساعد أو كتمريد يبقى مقتنع وبيكتبوا ليه مش بس المريض اللي حركة تاخد موافقته طب ده اللي بيكتب بيانات ده طالعنا عينه في الكتابة صحيح فهل أنت فعلا فهم بتقوم بإيه ده أنت بتقوم بحاجة جميلة جدا صحيح أستاذ نيفين مكرم أنا بشكر حركة حركة نورتينا وشرفتينا لأستاذ نيفين مكرم وأستاذ حاسب قالي نوزه معلومات شكرا جزيلا لك وبنصباح لك شكرا جزيلا شاهديني لحدنا بنوصل معكم لإختام حلقاتنا لهذا اليوم وغدا فريق عمل جديد